ده جزء جزء التاني النهاردة حدث فريد من نوعه حصل في كاس الأمم الأفريقية مباراة تجمع تونس ومالي حكم المباراة المباراة خلصتها حد سفر المالي حكم المباراة قرر ينهي المباراة في ديئة 85 85 بعد كده حس انه في مشكلة المشكلة انه خلص المطش بدري فبص على الساعة الناس ستلمت حواليه أهم انت خلصت المطش بدري يا سيدنا ما ينفعش الكلام ده فرجع كامل المطش الحمد لله الراجل عائل الراجل عائل وخد باله جات الديئة 89 وكسور 45 ثانية تقريبا وقرر يصفر يعمل أزمة جديدة يعني يعمل أزمة جديدة بدون أي تاعي سيكازوي ده على فكرة بالمناسبة أنا في تغير الوقت في 2016 فاكرين مواجهة مصر والمنتخب النجيري في تصفات كاسي الأمم لما محمد صلاح كان رايح انفراد رايح يجيب جول وكرر يصفر كنا كسبنا المطش ده ما كناش تستنينا المطش الأخير كرر يصفر كنا متعدلين مع المنتخب النجيري فاكرين المباراة دي كانت مباراة شهيرة جدا صفر ومحمد صلاح انفراد هو تقريبا عنده مشكلة مع الوقت عنده أزمة كبيرة يعني كارثة وفضيحة للكاف وفضيحة لكل المسؤولين في الكاف فضيحة للتحكيم الأفريقي فضيحة متكررة بالمناسبة إحنا عندنا أزمة وكرثة في التحكيم الأفريقي بس دي البيك بقى بتاع التخريف يعني مش هادفة أسميها إيه بحاولة أشوف اللفظ المناسب يعني تخريف فضيحة بجد العالم كله النهاردة كل المواقع العالمية بتتكلم عن القصة دي حكم ينهي المباراة في الديها 85 وبعد كده يقرر يرجع المباراة وينهيها في الديها 89 في كده في كده لا بيحصلش أبدا أعتقد تونس حقها تطلب قاعدة المباراة وهي تونس فعلا طلبة قاعدة المباراة واعتقد الحكم ده مفروب ما نشوفوش تاني في الكورة الأفريقية ما ينفعش فيه أخطاء كده اللي هي إيه مش إنه احتسب ضرب الجزاء غلط مش إنه هو طرد لعب بشكل ظالم لا دي فضايح فضايح كبيرة يعني ما ينفعش الحكم ده يبقى موجود أكيد مش هيبقى موجود في بقى البطولة وغالبا مش هيبقى موجود تاني في مباراة أفريقية تونس بالتأكيد من حقها تطلب أعادة المباراة وتتمسك بهذا الحق جدا وما أعتقدش إن في حاجة ممكن المفروض يعني يمنع إعادة هذه المباراة تونس خصة النهاردة من مالي 1-0 ده بالنسبة لمباراة تونس ومالي